هذه أبرز العناوين تينهاك يخضل أمر بطء عاجل وليد راقراجي يخطف نجمة دورة الفرنسي إلى المنتخب المغربي ويصدم منتخب فرنسا اسماعيل الصباري لست نجما في المغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تينهاك يخضل أمر بطء أكدت قرراً صعوفي أن مونشستر يونيتد اتخذ قراره بشأن مستقبل لعب وسطه المغربي صفياً أمر بطء واندم أمر بطء إلى مونشستر في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من فيرونتينو ووضحت صحيفة داسو أن مدرب مونشستر يونيتد ليس مهتماً باستمرار الدولي المغربي مع الفريق حيث يخطط لإعادته إلى ناديه الإيطالي وأضافت أن السبب في اتخاذ تينهاك هذا القرار هو عدم قدرة اللاعب على التأقلم في البرامر ليغ إلى جانب التألق غير المتوقع للعب الوسط الشاب كوبي مينو وأخذ أمر بطء حتى الآن 17 مباراة مع مونشستر يونيتد بكافة المسابقات عجز خلالها عن تثبيت قدميه مع الفريق وأكد مصدر في مونشستر لصحيفة داسون يغمرنا قلق واسع من أن أمر بطء ليس مناسب للدور الإنجليزة الممتاز وأضاف من غير المرجح أن يبقى أمر بطء في مونشستر يونيتد بعد الصيف المقبل لديهم خيار لجعل الصفقة دائمة لكن في ذل الظروف الرهنة لا يخطط المدير الفني للقيام بذلك وأضاف ليس هناك شك في أن أمر بطء لعب جيد لكن هناك علامات استفهام حول ما إذا كان هو المناسب للدور الممتاز أدى جيدا للغاية في إيطاليا لكن نواترة المباراة مختلفة تماما وهذه هي المنطقة التي عانى فيها منذ وصوله إلى اليونيتد واستطرد قد يكون هناك اهتمام من أندية أخرى في أوروبا لكن في ظل الظروف الرهنة لن يبقى في اليونيتد عاجل وليد راقراكي يخطف نجمة دور الفرنسي إلى المنتخب المغربي ويصدم منتخب فرنسا تواجد مهاجم لهافر الفرنسي نبيل العليوي في اللائحة الموسعة للمنتخب المغربي التي أعلن عنها مدرب أصود الأطلس وليد راقراكي استعداد لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الساحل العاج العام القدم بعدما تمكنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من تغيير جنسيته ليكون متاحا أمام المدرب وعبر عليوي عن رغبته من قبل في حمل قميس المنتخب المغربي مشيرا إلى أنه يتمنى أن يوصل تألقه حتى يحدى بفرصة الانضمام لأصود الأطلس بعدما لعب من قبل مع المنتخب الفرنسي وقال عليوي في تصريح سابق وشاهد جميع مبارية أصود الأطلس إنه لأمر رائع أن أرى ما يفعلونها وأمل أن يستمروا على هذا المنوال وأضف المهاجم الهداف لوسائل الإعلام الفرنسية آمل أن أواصل الزخم لمحاولة العطور على مكاليلي في هذا المنتخب الرائع ويخذ العلوي موسمه الرابع مع الوافر الفرنسية وظهر بشكل متميز في البطولة الفرنسية هذا الموسم ما دفع الرقراكي لوضعه ضمن لائحة المنتخب المغربي الموسع رغم أن اللاعب سبق أن خاضر مبارية مع منتخب فرنسا في السابق إسماعيل الصباري لست نجما في المغرب أكد الدولي والمغربي إسماعيل الصباري لعب أيندهوفن الهولندي لكرة القدم أنه ليس نجما في المنتخب الوطني المغربي خاصة أنه من اللاعبين الشباب الذين صعدوا أخيرا للمنتخب الأول الذي يضم في الصفوفي أسماء كبيرة تمارس في دوريات قوية لكرة القدم وقال الصباري لموقع ناديه أن الأسماء التي يضمها المنتخب المغربي معروفة عند الجميع وجده رفقتها حافظوا له لتقديم الأفضل مستقبلا خاصة أنه لعب شاب كان من أوائل المنتقلين من المنتخب الأولمبي نحو المنتخب الأول وأكد إسماعيل الصباري أن نايلة الرسمية في المنتخب المغربي أصعب منه بناد أيندهوفن الهولندي لأن الفريق الوطني يضم خيرة اللاعبين على المستوى العالمي وأكثر تجربة منه وممارسة وسنن واضعا مثال حكم زياش وصفين مربط لدان يعرفهم الجمهور الهولندي حق المعرفة للسنوات التي قضيها داخل المستطيل الأخضر سواء في هولندا أو الأندي التي حمل قمصانها بيليغرين يضيف شادرياض للائحة بيتيس الأوروبية سيكون شادرياض حاضرا في دور خروج المغلوب أو الدور الفاصل المؤهل لدور الثمن النهائي بمسابقة الكونفيرونس ليغ عندما يواجه ريال بيتيس غرمه الكرواتي دينامو الزاقرب يومي الخامس عشر والتاني والعشر من فبراير وتؤكد تقارر إعلامي إسباني أن مانويل بيليغريني مدرب بيتيس مسارا على إضافة ثلاث لاعب للائحة الفريق التي تضم 22 لاعب للمشاركة في المسابقة الأوروبية واللاعب الذي سيحصل على مكان آمن بالكامل حسب ذات التقارر الإعلامي هو الدولي المغربي شادرياض إذ كان عدم تسجيله في مسابقة اليوروباليك وخاصة بعد بيع عقد لويس فليبي وإصابة بارترا عبءا تقيلا على الفريق الأخضر والأبيض طوال مرحلة منافسات دور المجموعة مما أجبر مارك روكا على أن يصبح قلب دفاع ويريد ريال بيتيس أن يكون نشطا في سوق الانتقالات الشاتوي شهر يناير من خلال إجراء تغييرات على الفريق وتبدو التعاقدات التي رغب فيها بيتيس مجهولة حتى الآن لكن الشيء الأكيد هو أن شادرياض سيكون ضمن لائحة الفريق للمسابقة الأوروبية ارتفاع القيمة التسويقية لنيف أكرد ارتفعت القيمة التسويقية لنجم المنتخب المغربي نيف أكرد عقب تألقه مع نادي ويست هام يونيتد الإنجليزية وكشف موقع ترونسفير ماركت عن آخر تحديث يهم نيف أكرد مظهرا ارتفاع قيمة التسويقية من 35 مليون يورو إلى 38 مليون يورو في تحديث جرى أمسى التلتاء ويأتي ارتفاع القيمة التسويقية لأكرد جرى تألقه مع فريقه الإنجليزية وتزامنا مع إمكانية رحيله إلى نادي أكبر سواء خلال الملكة الشتو المقبل أو الصيفية وانضم أكرد لوستهم في الصيف 2022 قادما من رين الفرنسي مقابل 35 مليون يورو وبمجاب عقد يمتد إلى الصيف 2027 نجم أرسون ليقدم عاملا خيريا ضخما لضحايا الزلزال المغرب انخرط جنح فريق أرسون للإنجليزي بوكايو ساكا في عمل خيري ضخم لمساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية في شتنبير الماضي حسب ما كشفت صحيفة ديليميل البريطانية وفي هذا الصدد تبرع ساكا وبعد أصدقائه بخمسين شحنة تحمل معدات وأطعم وأجهزة طبية ودواء إلى نحو 84 عائلة من ضحايا الزلزال المغرب عبر منظمة بيكشوة الدولية الشهيرة التي تأسست على يد بعض لاعب كرة في القدم العالمين كما أرسل اللاعب الدول الإنجليزي حوية عملاق بها أماكن مخصصة للنام والطهي والمرحيد وتحتوي مقابس كهربائية وقال ساكا عن الأمر صدمت عندما سمعت ورأيت الأخبار عن زلزال المغرب المدمر أدركت حينها أنني أريد المساعدة حقا وبدأت في البحث عما يمكن فعله لمساعدة العائلة النازحة وتمكنت من الوصول لطريقة سريعة يضف لقد أرسلنا بسرعة حاويات لوضع سقف فوق رؤوس العائلة المشردة لإعطائهم بعض الأمل في المواقف التي يحارب خلالها الناس من أجل البقاء أو عندما يفقدون أحبائهم يجب أن يصبح الإنسان أكثر إدراكا لمعاني الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر